مرحبا بكم من جديد في محاضرة جديدة موضوعها هو نظرة عامة عن استقلاب شحميات الغزاء أي هضمها امتصاصها ومصائرها في الجسم نعرف جميعا أننا نتناول يوميا كميات من الشحميات في الغزاء تصل إلى 60 إلى 150 جرام يوميا سنجد أن هذه الشحميات تهضم وتنتص بكفاءة عالية ولو نظرنا إلى تركيب هذه الشحميات سنجد أن أكثر من 90% منها عبارة عن تراي أسايل غليسيرول الموجود طبعا في الزيوت موجود في الجزاء الدهنية من اللحم الموجود في السمنة في الزبدة إلى آخره وهي تشكل كما واضح أمامنا أكثر من 90% من شحميات الغزاء باقي شحميات الغزاء هي عبارة عن شحميات فوسفورية أرجو أن تحاول أن تتذكر ما هو الشرط الذي يجب أن يتحقق في الغزاء حتى يكون حاويا على الشحميات الفوسفورية أو على الاستيرولات وعلى رأسها طبعا الكوليسترول أيضا هناك الكاروتينوئدات وأيضا الفيتامينات الأربعة الذوابة في الدهن هذه الشحميات سيتعامل مع الجسم أولا في المعيدة حيث ستبدأ عملية الهضم ومن ثم تتابع في الأمعاء التي ستقوم بمعظم عمليات الهضم والامتصاص بمساعدة كل من الكبد الذي يفرز الصفراء بمحتوياتها وعلى رأسها الأملاح الصفروية والشحميات الفوسفورية وأيضا بمساهمة البنكرياس الذي يفرز الإنزيمات الهاضمة نعلم أن شحميات الغذاء ليست زوابة في الماء ولكن نواتج هضمها بعضها يكون زوابا في الماء كالحموض الدهنية قصيرة السلسلة والإجليسيرول ويمكن أن يتم امتصاصه بالانتشار عبر الدوران البابي ومن ثم يصل إلى الكبد لكن معظم نواتج الشحميات هي مواد غير زوابة في الماء تحولها الخلية الظهارية المعاوية إلى دقائق كيلوسية كايلو مايكرونات شكل من أشكال البروتينات الشحمية تطلقها إلى اللمف ومن ثم تصل إلى الدوران الدموي لتصبح جاهزة لتقبطها الأنسجة وتستهلكها أكثر هذه الأنسجة استهلاكا وقبطا للدقائق الكيلوسية هي النسيج الشحمي والنسيج العضلي المخطط بما فيه عضلة القلب والعضلات الهيكلية هذه الأنسجة تحتوي على إنزيم يدعى لايبوبروتين لايبيز سنتحدث عنه لاحقا هذا الإنزيم غير موجود في الكبد ولذلك فالكبد لا يأخذ أبدا الدقائق الكيلوسية ولا يتعامل معها عندما تصل إلى الدوران في مراحلها الأولى اللايبوبروتين لايبيز يقوم بحل مهدتراي أسايل غليسيرول الموجودة داخل الدقائق الكيلوسية والتي تشكل معظم مكوناته داخل الجسم ماذا تفعل الأنسجة بنتائج أو نواتج حل مهدتراي أسايل غليسيرول والتي هي الفتي أسيد والغليسيرول ممكن أن تستخدمها في الأكسد لإنتاج الطاقة ممكن أن تصنع منها شحميات الأنسجة البنيوية كالشحميات الفوسفورية وغيرها ويمكن أيضا أن تخزنها في النسيج الشحمي على شكل تراي أسايل غليسيرول إذن مع حلمة التراي أسايل غليسيرول ستتحول هذه الدقائق الكيلوسية إلى جسيمات أصغر كثيرا تسمى كايلو مايكرون ريمنات بقاوات الكايلو مايكرونات وهذه لا أحد يستطيع التعامل معها إلا الكبد حيث يقبطها بآلية خاصة وبنوعية خاصة سنعرفها لاحقا ثم يقوم بحلمة مكوناتها واستقلابها ويمكن أن يعيد استخدامها من جديد وبهذه الطريقة فالكبد يصفي الدوران من بقاوات الكايلو مايكرون بينما الأنسجة الأخرى العضلية والقلبية والشحمية بشكل رئيس تقوم بحلمة الدقائق الكايلوسية واستخدامها ولاحظ هنا أن الدماغ لا يمكن أن تصله هذه الدقائق الكايلوسية على الإطلاق لأنها أكبر من أن تعبر الحاجز الدماغي الدماغ كما قلنا فشحميات الغزاء غير ذواب في الماء هل يمكن أن تطرح في البول كالجلوكوز والسوديوم وغيرهما من المواد الذوابة في الماء؟ بتأكيد لا إذن كيف يخرج مركب شحمي من الجسم؟ كيف تخرج الشحميات من السامنة؟ عليك أن تفكر بهذا السؤال سنبدأ بوصف كيف تتعامل الخلايا المعيدية والمعاوية والبنكرياسية والكبدية مع شحميات الغزاء ولكن كالعادة قبل أن نبدأ في التفاصيل يجب أن نعود إلى الصفر لنتعرف على بعض النقاط الرابطة الاستيرية هي رابطة مهمة جدا في الشحميات وهي تشكل معظم روابط الشحميات القابلة للحلمة وهي تتشكل ما بين كحول وحمط عضوي كسر هذه الرابطة بإضافة الماء يسمى حلمة فإذا كان من يقوم بهذه الحلمة هو إنزيم سنسميه استيريز وإذا كانت الركيزة من الشحميات سنسميه لايبيز والليبيز تقوم إذن بحلمة الشحميات كسر الرابطة الاستيرية بإضافة الماء لتعطينا الكحول والحمود الدهنية إذن من الآن عرفنا أن من نواتج هضم الشحميات هي الكحولات والحمود الدهنية إنزيمات اللايبيز أنواع كثيرة في الجسم منها اللسانية التي تفرز من خلايا مصلية موجودة في آخر اللسان على ظهره ومنها المعيدية التي تفرز منها المعيدة منها المعاوية التي تعمل ضمن الخلية المعاوية ومنها مجموعة الإنزيمات التي يفرزها البنكرياس كالليباز البنكرياسية واستيريز الكوليستريل والفوسفولايبيز بأنواعها وخاصة الفوسفولايبيز A2 لاحظ أن هذين الإنزيمين يعملان في وسط حمضي وهو وسط المعيدة ولذلك يسميان أسيد ستيبل لايبيز إنزيمات اللايبيز الثابتة والمستقرة في الحمض هل يوجد في جسمك أماكن أخرى تحتوي على إنزيمات لايبيز مقاومة للحمض؟ حاول أن ترحل في خلاياك وتبحث عن هذه الإنزيمات الآن سنبدأ بالكلام عن ما يحدث في المعيدة حيث يبدأ أهضم التراي أسايلي جليسيرول بينما بقية مكونات شحميات الغذاء لا تتعرض لشيء يذكر ومهم في المعيدة هذه المركبات الأخرى هي الشحميات الفوسفورية هي الفري كوليسترول كوليستريل إستر والفري فاتي أسيد والفات سوليوبل بيتامين والكاروتينوئيدات طبعا تعرف أن الفيتامينات لا تخضع للهضم وتعرف الكاروتينوئيدات لا تخضع للهضم وربما بعد امتصاصها في الأمعاء تتحول إلى البيتامين A وخاصة الكاروتين بيتامين التراي أسايلي جليسيرول وبفعل اللينجوال لايبيز والقاستريك لايبيز يتحول من تراي أسايلي جليسيرول إلى داي أسايلي جليسيرول عن طريق حلمهت الرابطة الاستيرية في الموقع الثلاثة أو الموقع واحد ويعطيني حمض ضهني وداي أسايل جليسيرول اللينجوال لايبيز والقاستريك لايبيز نوعيتان للرابطة الاستيرية ألفا الموجودة في الموقع واحد أو الموقع الثلاثة وأيضا هذان الإنزيمان نوعيان للحمود الدهنية متوسطة السلسلة وقصيرة السلسلة الموجودة كما سبق وقلنا في الحليب بشكل رئيس ولذلك فناتج عمل هذين الإنزيمين يمكن أن يكون حمضا دهنيا ذوابا في الماء لأنه متوسط أو صغير السلسلة ويمكن امتصاصه إلى الوريد البابي وبالتالي يصل إلى الكبد هذا يعني أن أهمية هذين الإنزيمين تكمن في دورهما الفعال عند حديثي الولادي لأن معظم طعامهم هو الحليب بمحتوياته من التراي أسايل جليسيرول وأيضا لأن الحليب يحتوي بشكل رئيس على كميات كبيرة من الحمود الدهني متوسطة وقصيرة السلسلة في الحالة الأخرى عند البالغين الحالات التي يحدث فيها عوز للبانكرياتيك لايبيز كما هو الحال في التلايو في الكيسي يصبح عمل البانكرياس والهضم في الأمعاء شبه معدوم أو قليل أو متوسط إلى آخر لكنه ينقص كثيرا وبالتالي يصبح دور اللينجوال والغاستريك لايبيزيز هو المهم في هذه الحالات طبعا بالمحصلة عند البالغين عمل هذين الإنزيمين فيزيولوجيا ليس مهما جدا لأن الوقت قصير الذي تقضيه التراي أسايل جليسيرول في المعيدة بعد عمل المعيدة ما الذي سيحدث من تحولات في هذه المركبات طبعا من الفوسفوليبيد هذه كلها ستنزل كما هي إلى الأمعاء التراي أسايل جليسيرول جزء صغير منه تحول وحدثت عليه عملية الهضم أما الجزء الأكبر فيبقى كما هو من النواتج الجديدة واحد اثنين داي أسايل جليسيرول وفريفاتي أسد ولاحظ أن هذين النوعين من المركبات مركبات أنفيباثيك متقابلة الزمر الآن لنذهب إلى الأمعاء ونرى ما الذي يمكن أن يجري لشحميات الغذاء هناك حقيقة أيضا قبل أن نبدأ في هذه العملية يجب أن نتذكر معا أن الشحميات في معظمها وعلى رأسها تراي أسايل جليسيرول هي مركبات غير ذواب في الماء غير قطبية وبالتالي إذا وضعت مع الماء فإنها ستشكل طورا خاصا منفصلا عنه كما هو الحال إذا وضعنا ملعقة زيت في كأس من الماء فإنها ستطفو على السطح ويبقى الماء وحده لكن هناك أنواع أخرى من المركبات الشحمية وغيرها يكون له بنية خاصة بحيث أن جزءا منه يحمل شحنة أي يكون قطبيا بينما الجزء الآخر يكون غير قطبي كما هو حالة فوسفاتيدي للكولين أحد الشحميات الفوسفورية حيث يكون هذا الجزء قطبيا بينما الجزء الآخر غير قطبي وأيضا الكوليسترول الحر يكون كل هذه النواة هذا الجزء كله يكون غير قطبي بينما الـ OH المجموعة الهايدروكسيل تكون قطبية وبالتالي هذه المركبات وأشكالها تكون مكونة من جزئين رأس قطبي وذيل غير قطبي هل تزوب في الماء؟ لا لا تزوب في الماء لكنها تستطيع أن تتأثر مع الماء فإذا وجدت في وسط ماء فإنها توجه مجموعاتها القطبية تجاه الماء وبينما تبقى المجموعات غير القطبية موجهة تجاه بعضها وهذا ما يؤدي إلى تشكيل البنية ثنائية الطبقة الشحمية الموجودة في الغشاء الخلوي حيث يتشكل طبقتان من الشحميات الفوسفورية بشكل رئيس تتجهان بحيث يكون رأسهم والقطبي إلى داخل الخلية وخارج الخلية بينما يكون جزء غير القطبي إلى داخل الغشاء الشكل الآخر من التآثر ما بين الشحميات والوسط المائي هي أن ترتب نفسها بحيث يكون الرأس القطبي متجها نحو الماء والزيل غير القطبي متجها إلى الداخل فيتشكل لب كاره من الماء هنا وبالتالي يستطيع أن يحمل معه المركبات غير الذواب في الماء مثل التراي أسايل جليسيرول ومثل بعض الأدوية التي تكون غير قطبية ونحتاج إلى إدخالها إلى أماكن خاصة في الجسم مثل هذا الشكل يسمى المثل أو المذليلة وهي تلعب دورا كبيرا في عملية هضم وانتصاص الشحميات الأمر الآخر الذي يجب أن نتحدث عنه في هذا الإطار هو الاستحلاب نعود إلى كأس الماء من جديد فنجد أن الزيت سيبقى على السطح الآن لو قمنا برج كأس الماء فإن بقعة الزيت تتحول إلى قطيرات هذه القطيرات ستكون صغيرة جدا وموزعة في الوسط المائي لكن لو تركنا كأس الماء والماء بداخله يرقد سنجد بعد قليل أن هذه القطيرات الصغيرة ستتجمع مجديد وتطفو على السطح الآن لو أعدنا التجربة بأن نضع مادة أمفيباثيك متقالبة الزمر مثل سائل الجلي أو الصابون السائل أو إلى آخر من هذه المواد والمنظفات وضعنا كمية قليلة منها في كأس الماء وقمنا بالرج سيعود تشكل القطيرات الصغيرة ولكنها تبقى أكثر سباتا في الماء بسبب وجود هذه الجزئيات متقابلة الزمر هذا ما يسمى الاستحلاب لماذا تكون أكثر استقرارا للقطيرات الصغيرة لأنها ستكون محاطة بطبقة من الشحميات الفوسفورية على سبيل المثال أو أي مركب متقابل الزمر هذه الطبقة ستكون بداخلها ترياسالي جليسترول أو الزيت أو القطيرات غير الزواب في الماء وخارجها متآثر مع الماء وهي أكثر سباتا في الوسط المائي وهذا ما سنجده عندما نتحدث عن الهضم وبالتالي فعملية الهضم والامتصاص في الشحميات تبدأ بمرحلة تحضيرية وهي الاستحلاب الاستحلاب الذي وصفناه الآن بكأس الماء ماذا احتجنا حتى نحدث الاستحلاب في كأس الماء؟ احتجنا إلى أمرين الأمر الأول احتجنا إلى الرج أي أنها عملية ميكانيكية والأمر الثاني احتجنا إلى مادة متقابلة الزمر أنفيباثيك لتجعل القطيرات والمستحلاب مستقرا بداخل الأمعاء ما الذي يعطيني هاتين الوظيفتين؟ بالتأكيد الحركة الحووية المعاوية ستقوم بعملية الرج وبالتالي تحول بقعة الزيت أو شحميات الغزاء في هذه الحالة إلى قطيرات صغيرة والمركبات الأمفيباثيك التي ستحيط بهذه القطيرات وتجعلها مستقرة وبالتالي المستحلاب الثابت ما هي هذه الجذيئات الأمفيباثيك؟ بالتأكيد معظمها قادم من الصفراء وعلى رأسها الأملاح الصفرائية والشحميات الفوسفورية والكوليسترول الحر بعضها قادم من الغزاء كالشحميات الفوسفورية ونواتج هضمها أيضا بعضها قادم من التريأساليجليسيرول بعد أن تحدث عليه عملية الهضم حيث يعطينا واحد اثنين دريأساليجليسيرول وهو مركب أمفيباثيك الفريفاتي أسد أيضا أمفيباثيك وهما قادمان من المعدين كما وجدنا منذ قليل طيب ما هي أهمية وفوائد الاستحلاب في الهضم؟ النقطة الرئيسة في هذا الموضوع هي أن القطيرات وتعددها وأن هي أن القطيرات وتعددها سيزيد سطح التماس ما بين إنزيمات اللايبيز البنكرياسية وما بين هذه المركبات الشحمية الغزائية وهذا يعني أننا نستطيع القيام بعملية الهضم بأسرع وقت ممكن وإلا ستذهب هذه الشحميات إلى البراز وستؤدي إلى حالة تسمى الإسحال الده الآن ما هي المرحلة الثانية؟ هي مرحلة الهضم أي الحلمة بماذا؟ بالإستيريز بإنزيمات الإستيريز التي تقوم بعملية حلمة الرابطة الإستيرية من هم اللاعبون الرئيسون؟ بالتأكيد البنكرياتيك لايبيز، بنكرياتيك كولايبيز، فوسفولايبيز A2 والكوليستيريل إستيريز أيضا البايكربونيت مهمة لعمل هذه الإنزيمات التي كلها تحتاج إلى pH مثل قلوية لكن السؤال من الذي يستدعي هؤلاء اللاعبين للبنكرياس؟ حقيقة بمجرد وصول الطعام الحامضي من المعدة والشحميات إلى الصائم والاثنى عشر يتم تحريض إفراز عدة مواد، عدة هرمونات ومنها السكرتين السكرتين يحرد البنكرياس على إفراز البكربونيت بينما الكوليستوكينين أو البنكريوزيمين سيسيكي هو الذي يحرد على إفراز هذه الإنزيمات من البنكرياس إضافة لذلك يقوم بإبطاء حركة المعدة وبالتالي دخول الطعام التدريجي وأيضا يقوم بإبطاء بعفوا وأيضا يقوم بتحريض الكبد على إفراغ الصفراء بمحتوياتها لتبدأ عملية الهضم كما نرى الآن الآن داخل لمعة الأمعاء ستبدأ عملية الهضم باللاعبين المذكورين منذ قليل أولهم هو اللايبيز اللايبيز كما قلنا هي هيدروليز هي إستيريز هي نوعية للرابطة الإستيرية الموجودة في الموقع ألفا أو واحد وثلاثة هي لا تتعامل مع الرابطة الإستيرية الموجودة في الموقع الثلاثة إما واحد أو ثلاثة وحقيقة واحد وثلاثة هم رابطة إستيرية أولية نسميها ألفا الليباز البنكرياسية تتثبت بالحمود الصفراوية لكن البنكرياس يفرز معها مادة بروتينية اسمها الكولايبيز ومن اسمها هي مساعدة اللايبيز وهي تعمل على أولا ربط اللايبيز بالتراي أسايل جليسيرول على سطح القطيرات مول باي مول جزيء مقابل جزيء يعني جزيء اللايبيز جزيء التراي أسايل جليسيرول الرابط بينهما هو الكولايبيز وأيضا كما قلنا يتغلب على التصبيت بالحمود الصفراوي حقيقة لماذا التصبيت الباي الأسيد هي شحنات سالبة واللايبيز سحنة سالبة أيضا لو أردنا والبيل أسيد هي التي تحيط بالتراي أسايل جليسيرول لو حاولنا أن نقترب منها سيصبح تنافر ما بين اللايبيز والبيل أسيد وبالتالي القطيرات الكولايبيز وهو أمفيباثيك بروتين أيضا أمفيباثيك سيستطيع التآثر مع اللايبيز ومع البيل أسيد ويقوم بتقريب اللايبيز إلى التراي أسايل جليسيرول أيضا اللايبيز أكتيفيتد باي فوسفوليبيد والكالسيوم الكالسيوم حقيقة ما الذي يفعله هو لا ينشط الإنزيم بحد ذاته لكن لنبدأ هنا بالتفاعل سنجد أن التفاعل الأول سينتج الحمض الدهني يعني تراي أسايل جليسيرول باللايبيز البنكرياسية سيعطي 1-2 دراي أسايل جليسيرول وفاتي أسيد لو بقي الفاتي أسيد في موقعه هنا وتراكم هذا التفاعل سيدة صبت الكالسيوم يرتبط مع الفاتي أسيد ويأخذها بعيدا عن موقع التفاعل وهو بهذه الطريقة يسمح للتفاعل بالاستمرار يعني ينشط بشكل أو بآخر عمل اللايبيز وليس إنزيم اللايبيز بحد ذاته وفيما يتعلق بالحمود الصفراوية ودورها في تصبيت اللايبيز هناك أبحاث تقول أن البنكرياس يفرز نوعا آخر من اللايبيز يكون قابلا للتنشيط بالحمود الصفراوي وكما قلنا ونقول دائما لا شيء ثابت إلى المال نهائه لا شيء مطلق الآن لنتابع التفاعلات بعد أن يعمل على الموقع الثلاثة سيعطيني فاتي أسيد وواحد ثنائي أسيل الجليسيرول يتابع العمل على الموقع واحد يعطيني أيضا فاتي أسيد وثنين مونو أسايل الجليسيرول الآن ثنين مونو أسايل الجليسيرول لا يتعامل معها الليباس ما الذي يجري؟ يقوم إنزيم آخر آيزوميريز بمصاوغة اثنين أحادي أسيل الجليسيرول إلى واحد أسيل الجليسيرول أي أنه يقوم بنقل الأسيل من الموقع الثنين إلى الموقع الواحد وحقيقة هي عملية بطيئة بشكل أو بآخر الآن عندما يصبح الأسيل في هذا الموقع يستطيع الليباس التعامل معه من جديد بالحلمها حلمها الرابط الاستيري يعطي فاتي أسيد والناتج النهائي هو الجليسيرول إذن في النهاية سيتشكل لدينا من سلاسة أسيل الجليسيرول كميات من حموض الدهنية كميات من سناي أسيل الجليسيرول وكميات من الجليسيرول بشكل أو بآخر وبنسبة متفاوتة سنعرفها بعد قليل ما الذي يجري في الخلية المعاوية للشحميات الفوسفورية؟ مرة أخرى نتذكر بنية الشحميات الفوسفورية الجليسيرولية هذا الجليسيرول في الموقع 1 مرتبط حمد دهني في الموقع 2 مرتبط حمد دهني أيضاً في الموقع 3 مرتبط الفوسفيت ومن ثم أساس نيتروجيني كالكولين والإيثانولامين والسيرين والإينوسيتور إلى آخره الإنزيمات التي تعمل على حلمة الشحميات الفوسفورية نسميها الفوسفولايبيزيز وهي أنواع كما سبق ودرسنا النوع المهم هنا والذي يعمل هنا بشكل الرئيس ويأتي من البنكرياس هو الفوسفولايبيزي 2 الذي يحلمها الرابطة الاستيرية الموجودة في الموقع 2 يعني على عكس الليباز البنكرياسي الذي تعمل على الرابطة ألفا هو يعمل على الرابطة هذا الإنزيم أيضاً اكتيفيتد مع الكولايبيز بالتريبسين ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن الكولايبيز والفوسفولايبيز 8 2 يصلان إلى المعدة inactive عاطلين غير فعالين التريبسين تقوم بعملية الشطر الحال للبروتين وتحوينهما إلى الشكل الفعال أيضاً مطلوب لعمل هذه الإنزيمات شوارد الكاليسيوم بشكل أو بآخر لتحجب الشحمات المركب الآخر المهم هو الكوليستيرول بشكله المؤسطر ماذا سنفعل به؟ أيضاً هناك إنزيم كوليستيريل استيريز الذي يفرزه البنكرياس أيضاً يقوم بحلمهة الرابطة الاستيرية الوحيدة الموجودة ما بين الكوليستيرول والحمض الدهني وبالتالي يعطينا أيضاً حمض دهني وكوليستيرول حر مع الفوسفوليبيد أيضاً نأخذ حمود دهني ويتحول الفوسفوليبيد إلى لايزوفوسفوليبيد وحاول أن تتذكر لماذا يسمى لايزوفوسفوليبيد عندما ننزع الحمض الدهني من الموقع 2 من الشحميات الفوسفولية الآن ما هي نواتج الهضم إذن؟ انظر إليها قد يتبقى القليل جداً من ثلاثيات أسيل الجليسيرول قد يتبقى 1-2 سناي أسيل الجليسيرول قد يتبقى أحادي إلى آخره جليسيرول حر وموض دهنية فوسفو كل هذه المركبات يمكن ذلك لكن بشكل رئيسي لدينا عدة مركبات هي التي تبقى كما سنرى بعد قليل ولكن دعونا نصنف هذه المركبات كما هي اثنين مونو أسيل الجليسيرول لونغ تشين فاتي أسيد واحد مونو أسيل جليسيرول فوسفوليبيد إلى آخره فري كوليستيرول لازوفوسفوليبيد من جهة هذه المركبات من جهة جليسيرول short تشين فاتي أسيد medium تشين فاتي أسيد ما الفرق بين المركبات المكتوبة بالأزرق وتلك المكتوبة باللون الآخر بالتأكيد هذه المركبات ضوابة في الماء وبالتالي هي ستذهب ببساطة إلى الدوران البابي ومن ثم إلى الكبد أما هذه المركبات فهي بعضها أنفيباثيك وبعضها غير زواب في الماء لذلك أو كلها غير زواب في الماء بشكل أو بآخر لذلك فامتصاصها سيتطلب عملية أخرى تتواصطها الحموض الصفراوية التي ذكرنا منذ قليل أنها تشكل مذيلة تستطيع أن تأخذ هذه المركبات معها إذا كانت هذه المركبات أنفيباثيك يمكن أن تبقى على السطح وإذا كانت غير زوابعة أو غير قطبية يمكن أن تصبح في الداخل وبالتالي تتشكل الميكسد ميسلز أو المذيلة المختلطة وكلمة مختلطة هنا تعني أنها تحوي على المركبات القادمة من الصفراوية الآن أصبحت شحميات الغزاء موجودة داخل هذه المذيلات في لمعة الأمعاء كيف ستدخل إلى الخلايا المخاطية المعاوية؟ حقيقة هذه المركبات الأمفيباثيك تسمح لها بأن تسبح بشكل أو بآخر في الوسط المائي وتقترب من الغشاء الخلوي للخلايا المعاوية الظهرية الموجودة على الحافة الفرشاتية ومن هناك يتم نقل هذه المركبات نواتج الهضم إلى داخل الخلية المعاوية عن طريق الانتشار يبقى في الميكسد ميسل فقط الأملاح الصفراوية التي يعاد انتصاصها مرة أخرى من اللفائفي جزء الأخير من الأمعاء الدقيقة يعاد انتصاصها إلى الكبد حيث يعاد استخدامها من جديد الآن إذا قلت لك أن الأملاح الصفراوية أصلا تصنع من الكوليسترول والأملاح الصفراوية التي تطرح في الأمعاء يعاد انتصاص حوالي 98% منها مرة ثانية إلى الكبد وليعاد استخدامها من جديد ماذا يفيدنا أن نعطي مريضا ما دواء يمنع إعادة الانتصاص هذه وبالتالي يبقى الأملاح الصفراوية في الأمعاء ويطرحها في البراز لأي حالة تتوقع أن نعطي هذا الدواء وكيف سيستفيد هذه النواتج أصبحت الآن كلها داخل الخلية المعوية المخاطية ما الذي سيحدث هناك تعالوا نرى كما قلنا منذ قليل فإن العملية تصل إلى مجموعة مركبات يأتي على رأسها المركبات التي تراها أمامك 2 أحادي أسير لإجليسيرول 1 أحادي أسير لإجليسيرول والإجليسيرول لنتحول حموض الدهنية بالتأكيد سنتحدث الآن عن هذه النسب وهي ليست أرقاما مطلقة كما تشاهد هنا about 72% نحو 72% 6% تقريبا 22% تقريبا هذا يعني لو أن 100% من التراي أسير لإجليسيرول 100 مركب فإن 72% 72% مركب سيبقى على شكل 2 أحادي أسير لإجليسيرول وهي النسبة العليا 6% سيبقى على شكل أسير لإجليسيرول و22% سيتحلمه بشكل تام إلى إجليسيرول وحموض الدهنية الآن ما هو مصير إجليسيرول؟ إجليسيرول مادة قطبية ذواب في الماء وبالتالي ستمتص إلى الدورة البابي ومن ثم إلى الكبد وبالتالي الكبد هو الذي يتلقى الصدمة الأولى من إجليسيرول الشحميات الغذائية بعد إجليسيرول يخضع لعملية التفعيل بوساطة كيناز إجليسيرول التي تحوله إلى الإجليسيرول ثري فوسفيت وهو يصبح جاهزا للعمل طالما أنه مفعل ويمكن أيضا تذكر أننا عندما تحدثنا في تحلل السكر قلنا أن إحدى وظائفها هي إعطاء الإجليسيرول ثري فوسفيت يتم استخدامه بماذا؟ بتخليق التراي أسالي إجليسيرول إذن نستوحي الآن من هذا المنظر أن الشحميات التي امتصيناها تراي أسالي إجليسيرول التي امتصيناها ولم تذهب إلى وريد الباب سنعيد تشكيلها على شكل تراي أسالي إجليسيرول وسنأتي إلى ذلك مرحلة مرحلة الآن هل تتوقع من الحموض الدهنية أو التراي أسالي إجليسيرول نفس المصير الخاص بالإجليسيرول أي أنها تعبر إلى وريد الباب أو أن يتم انتشار التراي أسالي إجليسيرول من دمعة الأمعاء إلى داخل الخلية المعوية ماذا عن مصير واحد أحادي أسالي إجليسيرول الذي يشكل 6% من النواتج حقيقة بمجرد وصول إلى داخل الخلية المعوية المخاطية المعوية يتعرض لعمل الليباز المعوية التي تقوم بحلمهة الرابطة الإستيرية في الموقع واحد لتعطي الحمض الدهني ويتحول إلى إجليسيرول الذي يمكن أيضا تفعيله بطريقة كيناز إجليسيرول ماذا عن مصير الحموض الدهنية بمجرد أن تدخل تدخل إلى تجميع الحموض الدهنية يأتي الإنزيم الذي تحدثنا عنه في بحث الأكسدة البيولوجية والطاقة وهو مخلقة أسيل التميم ألف أسائل كو أسنستيز التي تحول الحمض الدهني إلى شكله الفعال أسيل التميم ألف بربطه بالكو أ المشتق من البانتوثينيك وبحلمهة أتي بي إلى أم بي زائد بي بي آي أيضا الحمض الدهني الذي جاءنا من هنا يخضع لنفس عمل مخلقة وبالتالي أحصل على أسيل التميم ألف الآن أصبح لدينا كميات من أسيل التميم ألف أي حموض دهنية مفاعلة وجليسيرول مفاعل تأتي إنزيمات تسمى ناقلات الأسيل تربطهما مع بعض لتعطي مرة أخرى تراي أسائل جليسيرول هذا السبيل من تحول الحموض الدهنية واليجليسيرول إلى تراي أسائل جليسيرول يسمى سبيل حمض الفوسفاتيديك لأنه حقيقة في أول مراحله ننقل أسيل التميم ألف إلى الموقع ألف ومن ثم إلى الموقع الثاني بيتا فيصبح لدينا واحد اثنين داي أسائل جليسيرول فوسفيت وهو حمض الفوسفاتيديك كما سبق ودرسنا ولذلك اسمه سبيل حمض الفوسفاتيديك فوسفاتيديك أسيد باثوي وحقيقة هذا السبيل سنجده موجودا في خلايا كثيرة أخرى غير الخلية المعاوية كالخلية الكابدية والخلية الشحمية والخلية الدماغية وخلايا أخرى كثيرة موجودة وتقوم بتصنيع تراي أسائل جليسيرول عند الحجينة أو تستخدم سبيل حمض الفوسفاتيديك ماذا عن نصير اثنين مونو أسائل جليسيرول؟ لاحظ أن الأمر مختلف عن هنا لا يوجد لدي بنكرياتيك لايبيز لتقوم بحل مهتر رابطة بتا لذلك يبقى كما هو تقوم ناقلات الأسيل أيضا بنقل الأسيل التميم ألف إلى الموقع واحد والموقع ثلاثة ليتشكل مرة أخرى تراي أسائل جليسيرول هذا السبيل يسمى اثنين مونو أسائل جليسيرول باسوي سبيل أحادي أسائل جليسيرول وهو موجود في الجسم فقط في الخلية المخاطية المعوية ليس موجودا في أي مكان آخر الناتج إذن هو تراي أسائل جليسيرول إذن أستطيع القول أن معظم التراي أسائل جليسيرول التي تناولناها أصبحت الآن مرة أخرى تراي أسائل جليسيرول باقي النواتج بعضها قد ذهب إلى وريد الباب وبعضها يبقى في الأمعاء الآن هناك مواد أخرى من النواتج الغضم شحميات الفوسفورية ستدخل إلى داخل الخلية المعوية اللايزوفوسفوليبيد أيضا سيدخل إلى داخل الخلية المعوية وسيتم نقل أسائل التميم ألف إلى الموقع الثاني ويتحول مرة أخرى إلى فوسفوليبيد كوليستيريل إستر سيدخل إلى داخل الخلية المعوية الفريكوليسترول سيدخل أيضا وبنفس الطريقة نعطيه أسائل التميم ألف ونحوله إلى كوليستيريل إستر من جديد عن طريق ناقلات الأسائل للكوليسترول والفيتامينات أيضا ستدخل لكن أرجو أن أنتبه إلى أن بعض الفريكوليسترول يبقى كما هو وبعض الفوسفوليبيد أيضا تتم حلمهتها بشكل تام إلى مكوناتها المختلفة ولكن يبقى جزء من هذين النوعين المركبات كما هو بحالته الكاملة في نهاية المطاف ستدخل الفيتامينات إلى داخل الخلية كما تشاهد والآن أصبحت المواد الغذائية أو معظم المواد الغذائية الشحمية موجودة في داخل الخلية المعوية لكن مع مشكلة كبيرة ما هي هذه المشكلة؟ هذه المشكلة هي أن أكبر كمية هي تراي أسايل جليسيرول والكوليستريل إستر والفيتامينات غير ضواب في الماء هل أستطيع أن أرسلها في الدوران حيث الوسط المائي؟ بالتأكيد لا هل أستطيع أن أرسل هذه المركبات إلى الدوران الدموي إلى الدم؟ أيضا لا صحيح أنها أنفيباثيك ويمكن تتآثر مع الماء لكنها ليست زوابة فيه إلى الحد الذي يسمح للحياة بأن تسمح لها بأن تعبر وتدخل إلى الدوران الدموي كما يفعل الجلوكوز والحمود الأمينية والصوديوم والماء وإلى ذلك كيف نحل هذه المشكلة؟ هنا يجب أن نتعرف على مفهوم جديد في الشحميات ألا وهو البروتينات الشحمية حقيقة بعض الطعام لدي مشكلة كبيرة في عملية نقل المواد الشحمية إلى الدوران أولا شحميات الغذاء بحد ذاتها ثانيا الخلايا المعوية والخلايا الكبدية تحول الفائد من الجلوكوز إلى شحميات أيضا لخزنها وهذا ما قلناه عندما تحدثنا عن حلقة كريبس الفائد من أستيل تميم ألف القادم من البايروفيت يتحول إلى ستريد ويخرج من المتقدرات إلى السيتوزول العصارة الخلوية ليتحول إلى حمود دهنية إذن بعد الطعام الكبد والأمعاء لديها كم كبير من المواد الشحمية من الشحميات غير القطبية وغير الذواب في الماء أيضا خلال الصيام خلال الصيام تبدأ مدخراتنا الشحمية في النسيج الشحمي تري أساري جليسيرول بالتحلل والانطلاق إلى الدوران الكبد يأخذها يأخذ الحمود الدهنية ويحولها مرة أخرى إلى تري أساري جليسيرول يجب أن ينقلها إلى الدوران كيف سينقلها وهي غير قطبية إذن المشكلة هي كيف ننقل كميات كبيرة من المركبات غير قطبية في وسط الماء الحل هو أن نربط ما بين الشحميات غير الذواب في الماء تري أساري جليسيرول وكوليستيريل إستير مع شحميات متقابلة الزمر أمفي باثيك مثل الفوسفوليبيد والفري كوليسترول ونربط هذا المزيج مع البروتينات فتتشكل معقدات ماذا نسميها البروتينات الشحمية وهذا هو شكلها البروتينات الشحمية نستطيع إذن أن نقول أن البروتينات الشحمية هي عبارة عن لب كاره للماء يحتوي على المواد الشحمية غير القطبية بشكل رئيسي تري أساري جليسيرول والكوليستيريل إستير والفيتامينات الزوابة في الدهون محاط هذا اللوب محاط بطبقة من الشحميات متقابلة متقابلة الزمر فوسفوليبيد وفري كوليستيرول وأيضا بعض البروتينات هذه البروتينات نسميها الصمائم صمائم البروتينات الشحمية إيبو بروتينز أو إيبو لايبو بروتينز الآن هذه الصمائم نوعان إما انتغرال صميمية أو اندماجية كما تشاهدون هذا البروتينات أو بريفيرال محيطي كما تشاهدون هذا البروتينات والحقيقة الفرق بين الاثنين ليس كما يظهر في الصورة أن أحدهما في الداخل والآخر في الخارج لا أبدا هذا ليس شرطا الفرق بين الاثنين هو أن البروتين الاندماجي أو الصميمي لا يمكن أن أفصله عن البروتين الشحمي إلا إذا خربت البروتين الشحمي كله أما البروتين المحيطي الصميم البروتيني المحيطي فببساطة يمكن أن أفصله عن البروتين الشحمي دون أن أخربه وهذا يعني كما سنجد لاحقا وكما يجب أن نفهم لاحقا أن البروتين الصميمي يبقى مع البروتين الشحمي منذ ولادته وحتى تقويضه نهائيا أما المحيطي فيمكن أن يأتي ويذهب وبالتالي يمكن أن أنقل هذه الصمائم البروتينية المحيطية ما بين بروتين شحمي وآخر في الدوران وهذا له دور كبير في استقلاب هذه البروتينات الشحمية كما سنرى لاحقا طيب كيف نسمي هذه البروتينات الشحمية حقا تسميتها بدأت بأن أعطيها أحرف كبيرة وفق تسلسل اكتشافها لذلك أول رصميم بروتيني شحمي ثم يأي ثم بي ثم سي إلى آخره لاحقا وجد أن كل نوع من هذه الأنواع نحتوي على أنماط فرعية نعطيها أرقام A1 A2 C1 C2 C3 E1 E2 3 4 إلى آخره هناك حالة خاصة فقط هي حالة الصميم البروتيني B نسميه B48 وهو يخلق في الأمعاء ويرتبط مع الكايلو مايكرون فقط والبيمية الذي يخلق في الكبد ويرتبط مع VLDL أرجو أن تتذكر لماذا أعطينا هذين النوعين من الصميم بهاتين التسميتين الآن ما هي وظائف هذه الصمائم البروتينية الوظيفة الأولى هي الذوبانية غير الأعطياتي أي أن هذه البروتينات الصمائم البروتينية ذوابة جدا في الماء وهو ما يسمح لها بأن تحمل هذه المركبات غير القطبية بكمياتها الكبيرة وتعبر فيها إلى الدوران وإلى الأنسجة المختلفة حيث مواقع استخدامها الوظيفة الأخرى هي أن هذه الصمائم تعمل كتمائم إنزيمية أو تمائم عاملة أي أن عمل إنزيمات لن يتم إلا بوجود هذه الصمائم سنجد لاحقا أن الصميم C2 هو التميم لإنزيم اللايبوبروتين لايبيز الذي ذكرناه في أول المحاضرة وهو الذي يقوم بحلمهة التراي أسالي جليسيرول أي استخدام التراي أسالي جليسيرول الموجودة في كل من الدقائق الكيلوسية وبروتينات شحمية أخرى تسمى الVLDL والIDL أيضا الصميم A1 هو تميم إنزيمي لإنزيم آخر مهم في عمل الHDL وهو الليسيسين كوليستيرول أسايل ترانسفيريز بعض الصمائم البروتينية تعمل ليجند ربيطة لو عدت إلى الوراء قليلا تذكر أن بقاوة الكايلو مايكرونز تأخذها الخلايا الكبدية كيف تتعرف عليها؟ تتعرف عليها من خلال بعض الصمائم البروتينية وفي هذه الحالة تسمى الليجند حيث المستقبلات تتعرف على البروتين الشحمي من خلال هذا الليجند وهذا ما سنجده عندما ندرس أن البيمية هو الذي يعرف مستقبلات خاصة على الـ LDL والـ E هو الذي يعرف مستقبلات خاصة على الـ LDL وعلى بقاوات الكايلو مايكرون التي ذكرناها في بداية هذه المحاضرة هناك أيضا صمائم بروتينية وظيفتها الوحيدة هي أنها بنيوية كما هو الحال في أنواع الصميم أو نوعي الصميم B الذي نعرفهما حتى الآن هناك صمائم أيضا تقوم بعملية نقل الشحميات مثل الصميم D الصميم D يسمى أيضا البروتين الناقل لإستيرات الكوليستيريل كوليستيريل استر ترانسفير بروتين وعمله أيضا في البلازمة حيث يقوم بنقل كما تشاهد استر الكوليسترول من بروتين شحمي إلى آخر بالتبادل مع التراي أسالي بليسيرول كل هذه سندرسها بالتفصيل لاحقا عندما ندرس البروتينات الشحمية ومع كل الدراسات والأبحاث تبقى الكثير من الصمائم البروتينية غير معروفة الوظيفة وتحتاج إلى أبحاث إضافية أخرى الآن كيف عرفنا أنواع هذه البروتينات الشحمية في البلازمة كيف يمكن أن نفصلها كيف أطلقت عليها التسميات المختلفة وما هي أنواعها حقيقة هناك طريقتان لفصل البروتينات الشحمية في البلازمة كما تشاهدون أمامكم طريقة الرحلان الكهربي والتي تعتمد على الشحنة وطريقة التنبيذ الفائق التي تعتمد على الكثافة لنبدأ بعملية التنبيذ الفائق نأخذ جزءا من المصل أو البلازمة ونضعه في أولترا سنتريفيوج مثفلة فائقة وننتظر ما الذي سيحدث خلال دوران هذه المسفلة الجزيئات البروتينات الشحمية الأثقل الأكثر كثافة مع التسفيل ستبقى في أسفل الأنبوب بينما البروتينات الشحمية الأقل كثافة ستكون فوقها وهكذا سنجد يطفو على السطح الدقائق الكيلوسية لأنها كما قلنا منذ قليل معظم كونتها التراي أسالي غليسيرول التراي أسالي غليسيرول يأخذ حجما ولكن ليس وزنا هنا تذكر لو أنك جئت بكيلو ريش وكيلو حديد من سيكون حجمه أكبر بالتأكيد الريش طبعا الاثنان بنفس الوزن لكن الريش حجمه أكبر وابتلي كثافته أقل وهذا هو الوضع نفسه مع الدقائق الكيلوسية لذلك يطفو على السطح بعده سيكون الـ Very Low Density Very Low Density Lipoprotein بعده سيكون Low Density Lipoprotein ثم High Density Lipoprotein يعني الـ HDL هو أقلهم احتواء على الشحميات وأكثرهم احتواء على البروتينات إذن التنبيذ الفائق يعتمد على النسبة ما بين البروتينات والشحميات في كل نوع فإذا غلبت النسبة نسبة الشحميات كانت الكثافة أقل وكانت باتجاه أعلى الأنبوب وإذا غلبت البروتينات كما هو الحال عندما يرتبط الألبومين مع الفريفاتي أسد فالألبومين سيكون في أسفل الأنبوب الـ HDL سيكون بعده لأن كمية البروتينات هي الأعلى الطريقة الثانية في الفصل هي طريقة الرحلان الكهربي تعتمد على الشحنة طالما أنها تعتمد على الشحنة فهي تعتمد على المكون البروتيني إذا وضعنا الوصل في مجال حق الكهربي من الناقص إلى الزائد بعد أن نوحد شحنات البروتينات لأنكم تعرفون جميعا أن البروتينات مذبذبة وبالتالي هي ممكن تأخذ الشحنة الموجبة والشحنة السالبة لو وضعنا المصل في قفر دارئة قلوية في أقصى القلوية بـ H9 أو 10 فإن كل الشحنات البروتينات ستأخذ الشحنة السالبة كل البروتينات ستأخذ الشحنة السالبة وبالتالي إذا مررنا الحق الكهربي الكهربي ستنطلق هذه البروتينات وتسير من القطب السالب إلى القطب الموجب كما تشاهد أمامك من سيصل أسرع هو صاحب الشحنات الأكثر هو الأكثر ذوبانية وبالتالي سنجد أيضا أن البروتينات الشحمية ستفصل إلى أربعة أنواع بينما هنا إلى خمسة أنواع لماذا؟ حقيقة لأن الألبوميين هو صغير جدا بحيث أن الشحنة المطبقة تجعله يخرج خارج ورقة الرحلان الكهربي ولذلك لا يظهر خلال على المخطط بينما الذي يظهر هي هذه الأربعة معروف في الرحلان الكهربائي أسرع جزء نسميه ألفا لايبوبروتين بعده نسميه بيتا عادة لكن بوجود هذا الآخر نسميه بريبيتا وجزء غير متحرك أبدا يبقى في مكانه نطلق عليه اسم الجزء غير متحرك إذن أربع أنواع من البروتينات الشحمية ألفا بريبيتا بيتا وغير متحرك إذن كيف نقارن بين الطريقتين حقيقة المقارنة والدراسات تشير على أن الدقائق الكيلوسية التي يخلقها الخلية المعاوية هي نفسها جزء غير متحرك وهذا منطقي لأن نسبة الشحميات فيها هي العالية ونسبة البروتينات منخفضة جدا لا تتجاوز واحد لاثنين بالمئة ولذلك لن تتحرك لن تتأثر بالرحلان الكهربي لكن حقيقة الـ VLDL سنجد أنه يعادل بريبيتا والـ LDL يعادل البتا لايبو بروتين والسبب في هذا الاختلاف طبعاً الاختلاف هنا يعتمد على الوزن وهنا يعتمد على الشحنة والموجودة في هذين الشكلين من البروتينات الشحمية أما الـ HDL فهو يشبه الألفا أو هو نفسه الألفا إذن أصبحنا الآن نعرف التسميات الموجودة في الكتب فبعضهم يسمي الـ HDL HDL وبعضهم يسميه ألفا لايبو بروتين الـ LDL بيتا لايبو بروتين VLDL بري بيتا الدقائق الجزء نان موبايل كايلو مايكرون أو نان موبايل لايبو بروتين تعالوا نتحدث عن بعض النقاط المهمة في البروتينات الشحمية البلازمية وإن كانت ستدرس في مواقع أخرى بتفصيل أكبر لكن فقط لنفهم البنية وبعض النقاط المهمة مرضيا انظر إلى التركيب بداية هذه هي الألوان وهذا هو التعريف الأحمر كوليستيرول بأشكاله والأصفر هو تراي أساليكليستيرول والأزرق هو البروتين الوظيفة الرئيسة للدقائق الكيلوسية هي نقل شحمية الغذاء وبالتالي مكونها الرئيس سيكون تراي أساليكليستيرول وبالتالي حجمها سيكون الأكبر لأن 90% من مكوناتها عبارة عن تراي أساليكليستيرول والشحميات بحجم كبير الوظيفة الرئيسة للVLDL هي نقل الشحميات المخلقة في الكبد من سكريات الغذاء بعد الطعام أو نقل الشحميات الناتجة عن أسترة الفاتي أسد القادمة من النسيج الشحمي في حالة الصيام من الكبد إلى الدوران وبالتالي أيضا نسبة 60% من مكوناته تراي أساليكليستيرول لذلك فهو حجمه يأتي بعد الدقائق كبير سي الLDL هو نتاج انتبه نتاج حلمهة التراي أساليكليستيرول الموجودة في الVLDL وبالتالي نسبة TG ستنخفض ستزداد بالمقابل نسبة الكوليستيرول لذلك الLDL البنية المكونة الرئيسة له هي الكوليستيرول أما الHDL فهو يخرج من الكبد يخلق في الكبد ويخرج إلى الدوران بهدف تجميع الكوليستيرول من كل الجهات فلذلك بنيته أولى نشوئه ستحتوي بكميات كبيرة على البروتينات ولذلك فهو الأفقر ولذلك فهو صاحب الحجم الأقل المكونات الأخرى سنجد أنها تتوزع بنسبة مختلفة حسب النشوء هنا نحن في حالة الطعام وهدفنا الوحيد هو نقل التراي أسالي وبالتالي النسب الأخرى تكون كلها متبقية وهذه النسبة أيضا تتماشى مع نسبة الشحميات الموجودة في الغزاء وهنا نفس الكلام سنجد أن نسبة مختلفة هي التي تشكل البروتينات الشحمية انتبه هنا كوليستيرول 25% وهنا كوليستيرول 50% لكن هنا محدود بالأحمر وهنا محدود أحمر ما أخضر لماذا؟ تسمعونا جميعكم عن الشحميات السيئة والشحميات الجيدة عن الكوليستيرول الجيد والكوليستيرول السيئة هذا هو المصدر لهذه التسمية LDL الكوليستيرول موجود فيه ومصدر سيئة لأنه ذاهب من الكبد من LDL إلى الأنسجة بما فيها الأوعية الدموية والبطانة الوعائية وبالتالي إذا كثر سيترسب هناك ويؤدي إلى الأمراض التصلبية العصيدية والأخير القلبية أما الـ HDL فقلنا أن وظيفته يخرج من الكبد ليجمع الكوليستيرول ويعيده إلى الكبد وبالتالي هذا الكوليستيرول الموجود في الـ HDL مصيره وأن يذهب إلى الكبد طالما ذهب إلى الكبد فهو يمكن أن يطرح خارج الجسم لأن الكبد يستخدم الكوليستيرول لتحويله إلى الحموض الصفراوية كما وجدنا أو تكلمنا منذ قليل الآن هناك نقطة مهمة جدا أن هذه الأرقام مرة أخرى ليست نهائية يعني الدقيقة الكيلوسية الكيلو مايكرون الذي خرج للتو من اللمف إلى الدوران لن تكون نسبة 90% بعد قليل 90% لأن الأنسجة ستبدأ باستخدامه 90% ستنخفض وبالتالي ستزداد هذه النسب نفس الشيء VLDL ستستخدمه الأنسجة ستنقص التراي أسائل جليسيرول انتبه من 60% إلى 8% في الـ LDL الكوليسترول من 20% إلى 50% هذا لا يعني أن كمية الكوليسترول زادت هنا إطلاقا إنما النسبة المئوية هي التي زادت وهذه النسبة المئوية للتراي أسائل جليسيرول هي التي انخفضت بطريقة أخرى الدقائق الكيلوسية صاحبة الشحميات الأعلى حجمها هو الأكبر VLDL يليها وأصغرها هو الـ HDL بالمقابل الكسافة أكثرها بروتينات هو الـ HDL وبالتالي هو صاحب الكسافة الأعلى يليه الـ LDL ثم الدقائق الكيلوسية وتتوزع النسب الباقية كما تعرفون تراي أسائل جليسيرول على شيء هنا أظن بهذه الطريقة تكون قد أخذت فكرة عن النسب والتوزع والمكونات والوظائف الرئيسة للبروتينات الشحمية بقية نوع آخر مهم جدا من البروتينات الشحمية وإن كان صغيرا هو اللايبو بروتين A small اللايبو بروتين A small هو نفسه الـ LDL إذن كمية عالين الكوليسترول نفسه الـ LDL لكن يحتوي على صميم بروتيني آخر يسمى الـ ApoA إنما small نتبه هذا الوحيد الصميم البروتيني الذي يعطى الحرف A small الصغير الباقي كل الصميم بروتيني تعطى الحرف الكبير أما هذا فيعطى الحرف صغير هذا الـ ApoA الصميم البروتيني A له مشكلة كبيرة عند الأشخاص الأشخاص الذين نجد عندهم الـ LBA عالي الـ LBA عالي يعني حدوث مشاكل قلبية وتصلبية عصيتية وعالية ما السبب يا ترى؟ نعلم جميعا نحن أن البلازمينوجين يؤدي إلى خلال الخسرات التي نعرف جميعا أنها دائما تتشكل في الدم وفي الجسم يقوم البلازمينوجين بحلها هناك منشطات للبلازمينوجين الذي يقود إلى انحلال الخسرة الـ ApoA يشبه هذه المنشطات وبالتالي يحل مكان المنشطات لكن لا يستطيع تفعيل البلازمينوجين وحل الخسرات وهذا يعني أن الخسرات تتشكل أكثر وبالتالي يعني إمكانية التصلب العصيدي والأمراض القلبية والاحتشاءات أكبر النقطة الأخرى المهمة انتمي أن الكوليسترول عندما يزداد سيحدثه تصلبا عصيديا واللايبوبروتين A عندما يزداد الـ ApoA سيحدث زيادة في الخسرات بسبب عدم انحلالها لكن زيادة الكايلو مايكرون أو زيادة VLDL في الدم سيزيد لزوجة الدم لأن اللزوجة مرتبطة بالأحجام الكبيرة والكايلو مايكرون والVLDL أحجامها كبيرة وبالتالي عندما تزداد في الدم يزداد لزوجة الدم وهذا يعني بطء جريان في الدم وهذا يعني زيادة احتمال تشكل الخسرات أكثر تعالوا نعود مرة أخرى إلى مشكلتنا الأساسية في الشحميات التي انتصيناها وأيضا الشحميات التي يتم تخليقها في الخلية المعاوية كما قلنا من السكريات ما الفائض من السكريات أو غيرها كل هذه تتجمع والآن موجودة ولا أستطيع نقلها بالدورا إلى بتشكيل البروتين الشحم ما الذي يحدث كما قلنا بتعريف البروتين الشحمي نقوم بربط هذا الجزء غير القطبي مع أجزاء أنفيباثيك تحيط بها كما تشاهدون أمامكم ثم ندمجها مع البروتينات الصمائم البروتينية وهما نوعان في الخلية المعاوية بيت 48 وأرجو مرة أخرى أن تذكر لماذا اسميناه بيت 48 والصميم البروتيني هذا المعقد الناتج هو بروتين الشحمي وهو الكايلو مايكرون إذن أصبحت الآن تعرف لماذا نخلق الكايلو مايكرون أين نخلق الكايلو مايكرون ماذا يحتوي الكايلو مايكرون ما هي مكونات الكايلو مايكرون بقي أن نعرف مصيره مصيره لأنه ذو حجم كبير لا يمكن أن أرسله إلى الشعيرات الدموية مباشرة وإنما عن طريق الـ Reverse Pinocytosis أو Exocytosis أقوم بنقله إلى اللمف ومن اللمف يذهب إلى الدوران اللمفي وعند القناة الصدرية يتم طرحه في الدوران الدموي حيث يصبح جاهزا للاستهلاك من قبل الـ NCG كما ذكرنا في بداية المحاضرة الآن تعالوا نتوقف قليلا عند اضطرابات أو سوء امتصاص الشحميات يعني أي خلل في العمليات التي ذكرناها سيؤدي إلى هذا الاضطراب وعادة يتظاهر هذا الاضطراب بما يسمى الإسهال الدهني أو الفاتيدياريا أو السياتوريا وهو كما تشاهدون وكما يجب أن تستنتجوا عبارة عن وجود الشحميات بكميات أكبر من المعتاد في البراز ولا ننسى هنا بأنه في هذه الحالة المواد الدهنية ستخرج لا يوجد امتصاص للشحميات يعني أننا سنفقد الكثير من البيتامينات الذوابة بالدهون هذا الكلام من أجل أن تفهم الأعراض والعلامات والشكاوي التي يمكن أن نشكيلها المريض ومتى تتوجه إلى هذه الحالات ما هي الأسباب التي تؤدي إلى حدوث هذا الإسهال الدهني؟ أي عامل ينقص في العوامل التي ذكرناها خلال العمليات سيؤدي إلى أسهال الدهني مثل ماذا؟ أي سبب يؤدي إلى عواز الأملحة الصفراوية؟ مثل ماذا؟ انسداد القناة الصفراوية عجز الكبد قصور الكبد أي سبب من هذه الأسباب سيؤدي إلى عدم وصول الأملحة الصفراوية وبالتالي عدم حدوث الاستحلاب وبالتالي عدم الهضم وستخرج هذه المواد في البراز أي سبب يؤدي إلى عواز الليباز البنكرياسي التلقيه في الكيسي الانسداد للقنوات الصفراوية عفواً القنوات البنكرياسية الحصيات البنكرياس كل هذه الأسباب التهابات البنكرياس المزمنة قصور البنكرياس كلها ستؤدي إلى فقد الليباز أو فقد الكولايباز أو الاثنين معاً الأمعاء أحياناً لا تقوم بوظائفها وهناك متلازمات أخرى سوء الامتصاص ليست مجالنا الآن لكن يجب أن نضعها هنا لنفرق بينها وبين الحالات الأخرى كيف نفرق الأسباب الثلاثة انسداد صفرا يعني عواز إملح صفراوية انسداد بنكرياس يعني عواز ليباز أو كولايباز أسوأ امتصاص عامة عدة طرائق موجودة أسوأ الانتصاص العامة يكون الخلل ليس فقط في الشحميات وإنما أيضاً في المواد الأخرى يعني سيحدث خروج للبروتينات ويحدث خروج للسكريات وإلى آخرين وأسوأ امتصاص ويحدث نقص في البروتينات ونقص في السكريات عند المريض أما في الحالتين زداد الصفرا والبنكرياس فالمشكلة فقط في الشحميات يعني في خروجها بشكل إسهال دهني وفي غياب الفيتامينات الضوابين في الدهون ولو أن أعراض علامات نقص الفيتامينات الضوابين في الدهون ستأخذ وقتاً طويلاً لتظهر الآن كيف نفرق بين أن المشكلة في الكبد أو المشكلة في البنكرياس الحقيقة يكفي إجراء تحليل البراز للتفريق بين هاتين الحالتين فإذا كانت العملية انسداد الصفراء تعالوا نتخيل انسداد الصفراء يعني لا يوجد استحلاب ما الذي سيحدث؟ ما الذي سيخرج في البراز؟ حاول أن تفكر وتفرق بينها وبين غياب الليباز أو الكولايباز يعني يوجد استحلاب ولكن لا يوجد هضم لا يوجد هضم يعني تراي أسالي للسلولة ستبقى كما هي هنا يوجد بعض الهضم في انسداد الصفراء يوجد بعض الهضم لا يوجد امتصاص إطلاقاً لأن الأملاح الصفراوية مهمة جداً جداً في الامتصاص إذن ما الذي سيخرج في البنكرياس في الحالتين؟ أرجو أن تصل إلى الجواب الآن أصبح الكايلو مايكرون موجوداً في الدوران وسنتحدث بالتفصيل عن مسائره عن طريق التعامل الأنسجة معه كما تشاهد أمامك تجيط طعام تناولناه في الأمعاء الدقيقة والأوعية اللنفوية سموه إلى الدوران الكايلو مايكرون الناشئ الجديد الذي يخرج من خلال المعاوية لا يتعامل معه أحد في الجسم لكن عندما يصل إلى الدوران الدموي ويختلط بباقي البروتينات الشحمية سيصادف الـ HDL الـ HDL غني بالصمائم البروتينية سي بأنواعها والـ E بأنواعها وموجود الأي لكن الأي موجود هنا وموجود هنا السي هنا تركيزه أعلى بكثير كصميم ولا أتحدث عن الكوليسترول أتحدث عن الصميم البروتيني هنا أعلى بكثير من الصميم هنا لا يوجد سي أبدا فعندما يقتربان بالانتشار السي ينتقل إلى الكايلو مايكرون الوليد وأيضاً الـ E ينتقل إلى الكايلو مايكرون الوليد فأصبح لدينا كايلو مايكرون ناضج متيور يحتوي على السي ومنها السيتو ويحتوي على الـ E هذا الناضج نستطيع أن نتعامل معه قلنا في أول المحاضرة أن من يحدد التعامل والقبط والاستهلاك للكايلو مايكرون هو اللايبو بروتين لايبيز لباز البروتينات الشحمية هذا الليباز موجود في بطاند الأوعية الشعرية في الأنسجة خارج الكبدية ليس الكبد على الإطلاق في الأنسجة خارج الكبدية وخاصة النسج الشحمي والعضلي المخطط ولكن الكايلو مايكرون بهذا الحجم أيضاً لا يدخل إلى الدماغ وبالتالي ليست المشكلة وجود لايبو بروتين لايبيز في الدماغ وإنه المشكلة أنه لا يدخل ولا يعبر الحاجز الدماغي الدماغي يجب أن نتحدث قليلاً عن اللايبو بروتين لايبيز كما قلنا في البطانة في الشعرية الدموية ولا يوجد في الكبد أيضاً يجب أن نفهم ونعلم أن عمل هذا الإنزيم يتطلب وجود الشحميات الفوسفورية وهي أصبحت موجودة في الكايلو مايكرون ويتطلب الصميم بروتيني سي تو عبارة عن تميم وهو أصبح موجوداً هنا في الوليد لم يكن موجود لذلك لا نتعامل معه لا تتعامل الخلايا معه أما هنا فأصبح موجوداً كتميم وبالتالي يمكن أن يتعامل معه اللايبو بروتين لايبيز نحتاج أيضاً إلى الألبومين لماذا نحتاج إلى الألبومين؟ أيضاً حتى نفهم هذه النقطة يجب أن نعرف ماذا يفعل اللايبو بروتين لايبيز؟ اللايبو بروتين لايبيز يحلمه التراي أسايل جليسيرول الموجودة في الكايلو مايكرون إلى حموض دهنية وجليسيرول الحموض الدهنية إذا تراكمت سيتوقف لذلك الألبومين وظيفته أنه يربط الحموض الدهنية ويأخذها بعيداً عن موقع العمل وبالتالي يسمح باستمرار التفاعل أيضاً مطلوب حتى يعمل اللايبو بروتين لايبيز لـ HDL طب لماذا لا علاقة له بالـ HDL مطلوب كما قلنا الـ HDL هو الذي يعطي الـ C2 إلى الكايلو مايكرون الآن هذا الإنزيم قلنا منذ قليل أن الكايلو مايكرون حجمها كبير وبالتالي إذا وجدت فيه الدم في الدوران سيصبح عكراً لذلك لذلك نقول أن اللايبو بروتين لايبيز عندما يخلصنا من هذا الحجم الكبير بأن يحلمه سيزهب العكر سيزهب العكر الموجود في البلازمة وبالتالي يمكن أن نسمي اللايبو بروتين لايبيز العامل المصف ومنقل حقيقة أن هناك كتب تسمي الهيبارين هو الهيبارين كيف اللايبو بروتين الشحمية كما قلنا مرتبط بالأوعية الشعرية لكن عندما إذا حقلنا هيبارين فإن هذا الارتباط بالأوعية الشعرية يصبح غير موجود يعني ينفك عن البطاني الوعائية ويصبح حراً في الدوران ويعمل أسرع على الكايلو مايكرون وبالتالي يصفي أسرع ولذلك يسمي بعض الكتب تسمي الهيبارين هو الكليرينج فاكتور وبعض الكتب تسمي اللايبو بروتين لايبيز هو الكليرينج فاكتور اللايبو بروتين لايبيز بهذه الطريقة يقوم بحلمهة 90% من التراي أساري غليسيرون وبالتالي سيتناقص الحجم جزئياً وبعد أن يتناقص الحجم سيتو ستعود من جديد إلى الـ HDL ولن تبقى مرتبطة ماذا عن نواتج الحلمهة كما تشاهدون أمامكم الفاتي أسد سيرتبط بالألبومين في الدوران بأنه لا يجلس أن يبقى حراً ليس ذواباً في الماء فريفاتي أسد بمعنى أنها لا تعني أنها حرة ومنما أنها غير مؤسترة غير مؤسترة ولا يمكن أن يتركها في الدوران لأنها طويلة السلسلة وغير ضوابة في الماء لذلك دائماً يربطها الألبومين وينقلها إلى الأنسجة خارج الكبدية 80% منها يدخل الأنسجة خارج الكبدية 20% منها فقط يذهب إلى الكبد أما الجليسيرول قبل الجليسيرول الحموض الضهنية الأنسجة تستخدمها كما قلنا إما بإنتاج الطاقة أو ترى أسال الجليسيرول للخزن في النسيج الشحمي أو لتصنيع الشحميات البنيوية أما الجليسيرول فمعظمه يأخذه الكبد وتأخذ الكرية كميات صغيرة جداً جداً منه وإذا كانت الحالة حالة استحداث غلوكوس فالجليسيرول يدخل في حالة الاستحداث وهذا يحدث في أوائل الطعام فقط أوائل الامتصاص ولكن بعد ذلك الجليسيرول سيلتحك بتحلل السكر هذه هي مصائر أما المصير الكايلو مايكرون نفسه فقد تحول إلى البقاوة كايلو مايكرون ريمدانت ترك السيتو تخلص من 90% من التراي أسال الجليسيرول وبالتالي أصبحت نسبة كوليسترول أعلى نسبة تراي أسال الجليسيرول منخفضة لديها بي 48 لاحظ أن البي 48 جاء معها ولم يتركها على الإطلاق لذلك هو بنيوي صميمي اندماجي أما الإي فجاءه أصلاً من الـ HDL السي جاءه من الـ HDL وعاد إلى الـ HDL الإي تركه وذهب إلى الـ HDL وبقي فقط الإي هذه الصمائم البروتينية إي سي إي إي نسميها صمائم محيطية ليه؟ لأننا نستطيع أن ننقلها من بروتين شحمي إلى الآخر دون تخريب هذا البروتين الشحمي الآن هذه الكايلو مايكرون ريمننت من الذي يأخذها؟ قلنا في أول محاضرة الكبد الكبد يأخذها ويحنها كيف يأخذها؟ لديه عدة أنواع من المستقبلات لدينا مستقبلات LDL مستقبلات LDL حقيقة هي بالأصل تتعرف على الـ B100 الذي سنراه مع الـ VLDL والـ LDL والـ IDL إلى آخر أما في أيضاً يستطيع أن يتعرف على الـ A ويقوم بقبط بقاوة الكايلو مايكرون أبتيك أو كايلو مايكرون ريمننت أيضاً هناك مستقبلات أخرى يمكن أن تساعد على هذا العمل وهي ما يسمى LRP Receptors LDL Receptor Related Protein LDL Receptor Related Protein يمكن أن يساهم ولو أن تفاصيل عمل هذه المستقبلات لن نعرفها الهيباتيك لايبيز يمكن أن تساهم بحل مهد التراي أساري غليسيرول الموجودة داخل كايلو مايكرون ريمننت وبالنهاية داخل الكابت كما قلنا هذا الريمننت يتحول إلى مكوناته الأصلية والصميم البروتيني يتحول إلى حمود أمينية والـ E يتحول إلى حمود أمينية الـ B42 إلى حمود أمينية الفوسفوليبيد يستخدمها الكابت إما يطرحها في الصفراء أو يحلمها تماماً الكوليسترول أيضاً يستفيد منه الكابت إما يرسله إلى الدوران أو أنه يحوله إلى حمود صفراء ويرسله عن طريق الصفراء إلى الأمعاء أو أنه يطرحه في الأمعاء أو يستخدمه في الوظائف الأخرى المختلفة هذه هي الصورة العامة لطريقة تعامل الأنسجة مع الكايلو مايكرون منذ ولادته من الأمعاء وحتى تحوله إلى مكونات صغيرة في الكابت يجب أن نتحدث عن الأليات المرضية أنا لا أريد منكم الآن أن تفهموا الأمراض تماماً لكن أن تفهموا الأليات تعالوا نتخيل أن شخصاً ما أصبح لديه عوز في ليبوبروتين لايبيز يعني لا توجد لباس البروتينات الشحمية هذا العوز يمكن أن يكون وراسي منذ الصغر يمكن أن يكون جزئي يمكن أن يكون تام هذا العوز يمكن أن يكون بسبب نقص الأنسولين لأن الأنسولين هو من الهرمونات التي تنشط اللايبوبروتين لايبيز ما الذي سيحدث؟ عموماً إذا كان وراسياً فهو سيؤدي إلى ما يسمى تايب 1 هايبر لايبوبروتينيميا أو فاميليال لايبوبروتين لايبيز ديفيشنسي هذه الأسماء هي حسب تصنيف فريدريكسون لإضطرابات البروتينات الشحمية المختلفة لا تهموني التسميات كثيراً الآن بقدر ما يهوني ما الذي سيحدث لا يوجد لايبوبروتين لايبيز إذن ببساطة لا يوجد حلمها للكايلو مايكرون وبالتالي ستتراكم في الدوران أول ما سينتج عن ذلك هو زيادة لزوجة الدم لماذا؟ لأن هناك زيادة تراكم لمواد كبيرة في الدم يعني زيادة لزوجة يعني بطوء جريان يعني احتمال حدوث الخسارات أكبر هذا أول شيء الشيء الآخر لو أجرينا تحاليل سنجد أن الترايئساليجليسيرول مرتفعة عند هذا المريض لكن الكوليسترول هل سيكون مرتفع؟ لا لأن أصلاً نثبته في الكايلو مايكرون منخفضة جداً حتى لو تراكم فلن يرتفع إلى الكم الكبير في الحالات التي يرتفع فيها بروتينات شحمية أخرى إذن هذا ما يميز هذه الحالة كيف نميزها؟ ارتفاع التي جي دون ارتفاع موافق للكوليسترول أيضاً أمر كثير مهم وهو أن الكايلو مايكرون ريمنانت لن نجدها أيضاً إذا أجرينا اختبارات دقيقة لنبحث عن الكايلو مايكرون ريمنانت لن نجدها لماذا؟ لأنه لم تعمل ليبو بروتيين لايبيز وبالتالي لا وجوده لتحول كايلو مايكرون إلى ريمنانت طبعاً هذا النقص سيكون نسبياً بحسب النقص الموجود في اللايبو بروتيين لايبيز دعني أسأل سؤالاً مهماً لنفترض أن شخصاً ليس لديه عواز لباز لبروتينات الشحمية لا يوجد عواز خلقي ولا يوجد نقص إنسولين هل تستطيع من هذه اللوحة التي أمامك أن تجد سببين على الأقل يمكن أن يقودان لنفس نتائج عواز لباز لبروتينات الشحمية الآن ماذا لو كان هناك نقص في الأيبو إي نقص في الأيبو إي ما الذي سيحدث هل سترتفع التي جي كما كانت الحال في المرض السابق؟ بتأكيد لا سترتفع التي جي والكوليسترول بنفس السوية لأن نسبتهما هنا متشابهة ولكن لن يرتفع التي جي إلى نفس الرقم الذي كان يرتفع فيه هنا وفي الحالة الأولى لم يكن هناك بقاوة كايلو مايكرون أما في الحالة هنا فكايلو مايكرون ستبقى في الدورة لأن الكبد لن يأخذها لماذا؟ لأنها لا تحتوي على الأيبو إي وقلنا أن الأي هو اللجين لغاند الربيطة التي تسمح لمستقبلات LDL بالتعرف على الكايلو مايكرون ربنان إذن بغياب الأي هذه المستقبلات لن تتعرف على الربنان ويصبح القبط قليلا جدا إن لم يكن معدوما حسب نسبة النقص الموجودة في الأيبو هذه الحالة حسب تصنيب فريدريكسون تسمى فاميليال تايب ثري هايبر لايبو بروتينيميا أو فاميليال ديسبيتال لايبو بروتينيميا أو ريمنانت ريموفال ديسيز مرض التخلص من الريمنانت أو من البقاوات الآن ماذا لو كان لدينا نقص في الـ HDL ماذا الذي سيحدث؟ ستحدث الحالتان لن يكون هناك C بكميات معقولة وبالتالي كان لمايكرون سيتراكم وإذا تشكلت الريمنانت لن يكون هناك E ليقبطها الكبد طبعا تراكم أي من هذين النوعين متعلق بنسبة النقص إذا كان الـ HDL معدومة لن نجد بقاوة إذا كانت النقص قليلا سنجد هذا وسنجد هذا وهكذا إذا قلت لك الآن أن الـ VLDL الذي يخلقه الكبد يخضع لنفس الاستقلاب تماما كما يخضع له الكايلو مايكرون لتحول من سنوليد إلى ناضج وليبو بروتين لايبيس تعمل نفس العمل وتعطي البقاوة الذي اسمها في هذه الحالة الـ IDL ثم الـ LDL ستجد أن نقص الـ HDL سيؤدي إلى تراكم التجي وتراكم التجي أكثر من الـ VLDL وبالتالي ستتفاقم الحالة أكثر لكن انتبه في كلا الحالتين التراكم هو تيجي والإجزاءات كبيرة وبالتالي هو يؤدي إلى زيادة لزوجة وإلى زيادة احتمال الخفرات وصبط جريندم ولكن ليس إلى حالات تصلبية عصيدية التي يكون العامل الرئيس فيها هو الكوليسترول وارتفاعه الآن الاستخدام من قبل الـ NCG كما قلنا إما لإنتاج الطاقة الأكسا دي بيتا أو أكسا دي ألفا أو الأكسا دي أوميغا ولكل من هذه الأنواع وظائفها أو أن أستخدم الـ Glycerol الـ Dihydroxy Estone إلى الـ Glycolysis هل يمكن أن يفيدني هذا في استحداث الـ Glucose حقيقة في هذه اللحظات يكون الاستحداث قد توقف التخزين على شكل الـ Glycerol كما قلنا أين يتم هذا التخزين بالتأكيد في النسيج الشحمي وهي كمخازن للطاقة أفضل بكثير من السكريات لأنني بنفس الحجم أستطيع أن أخزن كم أكبر من الطاقة لأن الشحميات لا تحتاج إلى الماء أما السكريات حتى البليكوجين هو يحتاج إلى الماء وبالتالي وجود كميات من السكريات سيجزب الماء إلى داخل الخلايا وهذا ما لا يفعله القطيرات الشحم الموجودة في النسيج الشحمي النقطة الأخرى هي تشكيل الشحميات البنيوية في كل خلايا الجسم انتبه التخزين في النسيج الشحمي فقط الأكسدة في معظم الخلايا الاستحداث إن ساهم فيه ففي الكبد أو الكلية أما الشحميات البنيوية ففي كل خلايا الجسم بلا استثناء النقطة التي يجب أن نذكرها هنا وبسرعة هو أنك يجب أن تعرف أن لدينا الشحميات في الجسم تكون في نوعين الشحميات الأنسيجة أو البنيوية وهي الموجودة في جميع الخلايا والشحميات المدخرة هي الموجودة على شكل قطيرات في النسيج الشحمي ووظيفتها الخزن إلى حين الحاجة وأهميتها طبعا تعرف أن البنيوية أهميتها في الأغشية وفي المتقدرات وفي غمض النخاعين العزل أيضا هنا أهمية المدخرات أنها طاقة عزل حراري عزل ميكانيكي تذكر أن النسيج الشحمي عازل ميكانيكي وعازل كهربي وبالتالي هو يحمي الأعضاء ويسمح بنقل السيالة العصبية بالتأكيد المكونات تعرفوها شحميات البنيوية معظمها شحميات فوسفورية بينما المدخرة معظمها تراي أسايل غلسيرول تكون غنية من الحموض المشبعة في النسيج الشحمي لكن هنا في الشحميات الفوسفورية والكوليستيرول وإلى آخر من هذه الأشكال تكون غنية بالحموض الضهنية الضرورية وغير المشبعة إذن تختلف ليس فقط في نوع الجزيئات الشحمية وإنما أيضا في مدى احتوائها على الحموض الدهنية الضرورية التبدلات انتبه أن شحميات الأنسيج ثابتة وأساسية وبالتالي لا تتغير حسب الحالة الغذائية ولذلك تسمى العنصر السابت وإن كانت هذه التسمية ليست دقيقة العنصر السابت يعني أنه لا يتغير أبدا لا هي الحقيقة دائما في حالة ديناميكية أنت تعرف الغشاء الخلوي دائما وفي حالة تشكيل وتقويد يعني لو أجرينا عملية الإفراز بحواصلات فجزء من الغشاء الخلوي سيخرج خارج الخلية يجب أن نعيد تشكيله وإذا أدخلنا إلى داخل الخلية أيضا بعملية البينو سايتوزز جزء من الغشاء الخلوي سيدخل إلى داخل الخلية هذا يعني أن الشحميات كغشاء هي حالة ديناميكية دائما تتشكل وتتقويد وتعاد ويعاد تشكيلها وبناؤها ومع ذلك هي تكون ثابتة بمعنى أنها لا تتغير الطعام يعني لو توقفنا عن تناول الشحميات لن تتحول الخلية إلى شكل آخر تنقص فيه عدد الشحميات الفوسفورية على الإطلاق أما في الشحميات المدخرة فهي تتأثر تماما بالحالة الغذائية وبنوع الحالة الغذائية وبمكونات الغذاء ولذلك هي تسمى العنصر المتغير فنعلم تماما أن كلما تناولنا طعاما أغنى بالحريرات سيزيد النسيج الشحمي كلما تناولنا طعام أكثر بالسكريات والشحميات وخاصة المشبعة سيزيد حجم النسيج الشحمي إذا دخلنا في مرحلة صيام أو أنقصنا من طعامنا السكريات والشحميات سيحتاج الجسم إلى الاعتماد على مخزونه من الطاقة وبالتالي ستتغير كمية الشحميات المدخرة وليس نسبها فقط الآن نقطة الأخيرة الإطراح أو الإفراز أرجو منكم مرة أخرى أن تفكروا كيف يمكن أن تخرج الشحميات من أجسامنا تذكر مثلا المرضع تذكر مثلا أن الخلايا تموت وتتوسف وتموت خلايا الجلد خلايا المخاطية المعوية خلايا السبيل البولي خلايا السبيل التناسلي تذكر أيضا عندما تبقى أيام طويلة دون أن تغسل شعرك فما الذي يحدث أرجو أن تكونوا قد استفدتم وكل عام وأنتم بألف خير وإلى اللقاء في محاضرة أخرى ترجمة نانسي قنقر